فلو بذلت أيها النجم جهداً جباراً ولم تشعر بالسعادة أو حققتي يا بنتي نجاحات عظيمة لكن لم تشعري بقيمتها فأنتم من الباحثين عن السراب سراب البحث عن المثالية والكمال هؤلاء هم الذين ينطبق عليهم القول المشهور رضاء الناس غاية لا تدرك يقول فرانسواه صاحب كتاب المشكلة هنا أنك هكذا عندما تبحث عن الكمال لا تستفيد بأي شيء من نجاحاتك لأنك دائماً غير راضي عن هذه النجاحات الباحثون عن الكمال لا يشعرون بالإنجاز مهما أنجزوا لا يشعرون بالتفوق مهما نجحوا هؤلاء دائماً ينظرون نظرة سلبية لكل عمل فيه خطأ وفي كل عمل يبحثون عن النقص وإذا استجبت إليهم لن تنتج شيئاً هؤلاء لهم واقع مختلف فمنهم وأنواع أشكال مختلفة هؤلاء منهم من ينتقد كل عمل لأنه ليس في مركز قيادة هذا العمل يعتقد أنه لو هو لأدار هذا العمل سيكون بيرفكت سيكون مثالي وكثير من هؤلاء لو تسلموا دفة القيادة ستختفي فجأة كل الانتقادات السابقة التي كانوا هم يرفعونها يرفعون لواءها ويصبح العمل كأفضل ما يمكن لما صار هو المسؤول خلاص كل شيء تمام ولا يوجد به أي ناقص أو خلل حتى لو كان أداءهم أسوأ من أداء الذين كانوا ينتقدونهم وهناك نوع ثاني هم الذين يبحثون عن الكمال في العمل وهذا الأمر ليس سيء البحث عن الكمال في العمل إلا إذا تحول إلى شماعة وعلاقة نعلق عليها كل عدم إنجاز لأنه ما نقول هذا العمل ناقص إذا يجب أن لا يقوم هذا العمل بعد ما خططنا لك فايا أقول لهؤلاء الله سبحانه وتعالى عندما أمر عبادة بالتقوى علم طبيعة هؤلاء البشر الذين هو خلقهم فيعرف طبيعتهم القاصرة فحدد التقوى بحد الاستطاعة لم يطالبهم بالكمال حتى في التقوى فقال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اللي تقدر عليه يا أيها النجوم القادمون نجوم المستقبل لا تستجيبوا لهؤلاء لكن هذا لا يمنع من أخذ ملاحظاتهم والاستفادة منها لتطوير العمل وليس لترك العمل كما يريدون انتظار الكمال وهم لن يتحقق وسيحرم الأمة والمجتمع من كثير من الإنجازات المتميزة إنسوا المثالية في العمل فهذه ليست لنا اليوم في عالمنا ترجمة نانسي قنقر شكرا